ولد محمد الحسن ولد الددو في الحادي والثلاثين من أكتوبر عام 1963 في بوتلميت بموريتانيا لأسرة علم عريقة خرج فيها عدد من العلماء المتميزين حافظ القرآن الكريم صغيرا قبل أن يتم العاشرة من عمره ودرس أغلب ما يدرس من العلوم في المحاضر الموريتانية في محضرة جده الشيخ محمد علي ولد عدد سمع الحديث وأجيز فيه من عدد من المشايخ في مختلف البلاد كما أجيز في القراءات العشر من طريق الشاطبية والضرة وفي كتب الحديث كالصحيحين والسنن الأربع والموطأ والمستدرك ومسند الإمام أحمد وسنن الدارمي والبيهقي والدار قطني وغيرها من دووين الحديث وأجزائه كما حفظ بعضها حفظا سمع من الكثير من المشايخ وأجزوه من المملكة العربية السعودية ومصر وبلاد الشام والمغرب واليمن والهند وموريتانيا والتقى وناقش الكثير من العلماء مثل الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ عبد العزيز آل الشيخ والشيخ محمد بن عثيمين والشيخ ناصر الدين الألباني وغيرهم حصل على شهادة الباكالوريا بتفوق عام 1986 وتخرج في كلية الحقوق من الأوائل على مستوى موريتانيا كما جاء الأول في مسابقة القسم الجامعي لجامعة الإمام محمد بن سعود في نواكشوت فسجلته الجامعة في الرياض في المستوى الثالث بكلية الشريعة ليكمل الدراسة فيها حصل منها على الماجستير بامتياز وكانت رسالته عن مخاطبات القضاة في الفقه الإسلامي يرأى سويلد الددو مركز تكوين العلماء في موريتانيا وهو نموزج مبتكر من الجامعات التعليمية أراد الشيخ المنحدر من المحضرة الموريتانية التقليدية أن يمزج فيه بين التعليم الموسوعي وقصائص الجامعات الحديثة كما أن الددو يشغل منصب رئيس جامعة عبدالله بن ياسين وهو عضو في مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين كان ولا يزال وسيطا رئيسيا في معظم النزاعات التي جرت وتجري داخل صفوف الحركات الإسلامية في معظم الأقطار العربية والإسلامية وهو يحظى بقبول وتقدير شرعي وعلمي وحركي في معظم المحافل العلمية في الدول العربية والإسلامية للشيخ عدد من المؤلفات والشروح من أهمها مخاطبات القضاء ومقومات الأخوة الإسلامية وفقه الخلاف وشرح ورقات إمام الحرمين في الأصول وله عدد كبير من الفتاوى والمحاضرات العلمية والدعوية بعضها سلاسل علمية فيها شروح لكتب كصحيح البخاري وألفية بن مالك ولمياته وغير ذلك ترجمة نانسي قنقر